إنت إلى متى ترمي الناس بالحجر وبيتك من زجاج بيتك هش سأتي علينا أنتم الطاعنون في أعراض الأنبياء في أعراض رسول الله صلى الله عليه وآله طاعنون في عرضه قاتلكم الله أيها الرافضة المجوس يا أحفاد بن سبأ اليهودي ليش بل طاعنا في عرض النبي حاشا صلى الله عليه وآله بأبيه وآله يقولون لأنكم تقولون أن عائشة زانية قلنا أن عائشة زانية متى حال كونها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله أم بعدما ارتحل عنها رسول الله بخمس وعشرين سنة وواضح أن عائشة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقولوا إخوان المصريون دارت على حل شعرها ما تركت مفسدة أخلاقية لم ترتكبها ولا شنو تفسر هاي الأحاديث الشائنة هاي رضاع الكبير وما رضاع الكبير وتعليم غسل الجنابة وفعلتها يا لكع وما أدري كذا والحركات هذه كلها لامرأة ماجنة شنو تتوقع يعني ونحن صح عندنا عن إمتنا عليهم الصلاة والسلام أنها في طريق البصرة أغواها طلحة فنكحها ثم ما شار يعني الآن إنما قد تدخل الشناعة على رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت عائشة في عصمتي في حياته صلى الله عليه وآله وهذا ما لا نقوله ولا نستحله أما بعد ذلك النبي لا يتحمل ليس مسؤولا عن تصرفاتها أهذا أشنع أم القول بأن نساء نبي وكن مؤمنات كن مؤمنات أولئك النسوة ما فضحهن الله في كتابه ولا سماهن صائغات القلوب مثل عائشة مثلا وحفصة صحيح عندنا آية ذوم نساء سليمان ما عندنا كن مؤمنات الأصل إيمانهن أن أولئك النسوة المؤمنات زوجات نبي عظيم كسليمان عليه السلام في حياته مكن الله الشيطان من نكاحهن وفي حال الحيض الآن من الطاعن في أعراض الأنبياء نحن أم أنتم إن قلت نحن ننكر هذا الحديث هذا ابن كثير قال فيه نكار أنا لا أقبله أقول ولكن ابن كثير من جانب آخر أثبت أن السند قوي وأنه قول السلف ألست تقول أنك سلفي هي شن السلفية بس تطول لحيتك وتقصر دشداشتك أم السلفية عندك اتباع السلف هذا قول السلف قول السلف هو هذا الذي حكوا وما كانوا يجدون فيه شناعة حسن هناك شكرا